تَعَالَوْا إِلَى الْخَيْرِ يَا مُسْلِمُونَ تَعَالَوْا لِنَنْجَاحَ دُنْيَا وَدِينَ تَعَالَوْا لِنْعَبُرَ بَحَّرَ الْحَيَامِ بِحُبٍ وَوَدٍ وَنُصْحٍ أَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات أينما يصلكم بث قناة التناصح المرئية والمسموعة داخل البلاد وخارجها أحييكم بتحية الإسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ها هو يتجدد بكم اللقاء من جديد في برنامجكم الكلمة الطيبة والذي يأتيكم يومي الاثنين والجمعة على تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا اليوم هو الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الآخر لعام أربعين وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة اثنتين وعشرين وألفين للميلاد حلقة جديدة نطرحها ونناقشها في هذه الحلقة طيلة هذه الدقائق سائلين المولى عز وجل التوفيق والسدادة والصلاح وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا ونسأله تعالى أن لا نكون جسرا يرتقى بنا إلى الجنة ثم يقذف بنا في النار عياذا بالله نسأل الله السلامة والعافية حلقة اليوم أيها الأحباب الكرام تحمل الرقم 63 و100 وعنوان حلقة اليوم الكسب الحرام أسبابه وأضراره أجدد لكم التحية أيها الأحباب الكرام كما نوهنا عنوان حلقتنا لهذا اليوم الكسب الحرام أسبابه وأضراره وقد اتصل بنا في الحلقات الماضية أحد المتصلين الدكتور علي الأحول وأشاد بهذا البرنامج وبهذه العنوين وأشار إلينا أن يكون الحديث دائما وأبدا للتذكير على موضوع المال الفاسد والكسب الحرام لكثرة تفشي هذا الوباء وهذا العضال فاستجابة لرغبته ورغبة غيره أحببنا أن نتحدث عن هذا الموضوع الخطير الذي الحقيقة للأسف الشديد هناك مفاهيم مغلوطة تفهم بعكسي ما هي في هذا الموضوع بالذات على سبيل المثال مثلا المجتمع نحن الليبي بالذات عند السارق هذا ربما لا يزوج وإذا خطب لا يزوج وإذا طلب مساعدة لا كذا وإذا طلب حتى المشاركة والعمل لا لماذا؟ لأنه سارق لكن من هو السارق في مجتمعنا؟ السارق هو الوحيد والذي هو الشابين يقولون لهمتع المجيشة هذا اللي يجيش جياشة هذا اللي يسرق بمبل يمتع غاز يسرق سعي يسرق معيز يسرق حاجة هذا في مجتمعنا لا يغفر له وهو من قد ارتكب جرما رغم أن شوفوا أنتم في مجتمعنا للأسف الشديد بيشتعرفون هناك مفاهيم مغنوطة يتقدم إليهم هذا الذي وقع في جريمة سارقة أحيانا وهو عمره 15 سنة أو 16 سنة واكتشفت وأذيعت وشاعت بين الناس حتى لما يجي يخطب بعدين يقول والله فلان سارق لكن يجيهم واحد تارك للصلاة لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا فرادة عندهم هذا ما يسلوش عليه بكل عندهم مش عيب ترك الصلاة عندهم هما تقييمهم لتقييم المجتمع للأسف الشديد وتقييم خاطئ هناك بعض يعني مثلا على سبيل المثال عندهم مثلا السارق عيب السرق عيب لكن شربوا الخمر منه شعيب ترك الصلاة ليست عيبا فهناك معايير مقلوبة في المجتمع أيضا السارق الذي يسرق المال العام ويأتي على الأخضر واليابس وكان في يوم من الأيام لا يملك شيئا فسرعان ما أصبح يملك الملايين هذا عندهم يعني ما فيش عيب سرقة المال العام هذا عند الناس للأسف الشديد عنده كثير من الناس هذا ما فيش شيء هذا إيدك وحديدك زي ما يقولوا اللي تحصلة تحصلة ونصيبك من البترول ورايح رايحه هذه مصطلحات دائما وأبدا بينما في حقيقة الأمر السارق السارق أيا كانت هذه السارقة بل بالعكس بل بالعكس هي أفضع وأشنع وأنكى لأن المال العام حتى بعد أن يتوب الإنسان ويقلع عن هذا العمل يلزمه التحلل وطلب السماح من كل الناس وهذا أمر يعني شبه مستحيل لكن لما الإنسان يسرق من المال الخاص أو يعني مع أي شخص مثلا سواء سرقة بمعنى كلمة السارقة وهي المجيشة كيف ما قلت لكم والله سرقة بطريقة دراماتيكية يأكل حصة إخوته في الميراث والله يأخذ شبرا من أرض جيرانه أو كذا هذه كلها سرقة تدخل تحت السرقة وتحت الظلم لكن لما أنت تتعدى على مال شخص بإمكانك أن تذهب وتتحلل منه وتطلب منه السماح وترجع إليه هذا المال مهما كان لأنه شخص واحد حتى ولو توفي فإن ورثته يمكن لك أن تذهب وتتسامح معهم وتتصافح معهم بإذن الله تعالى يسهل عليك التخلص من أعباء هذا الفعل أما الأسف الشديد لما الإنسان يسرق المال العام ويتجرع على المال العام وينهى بالمال العام ويصل إلى الكسب السريع بأسرع وبأسهل الطرق فللأسف الشديد كيف لك أن تتحلل بالله عليكم كيف للإنسان يوم أن يقف بين يدي أحكم الحاكمين أنا شك في هذا أيها الأحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد لن تزول ولا تزول لن يعني لابد لك من أن يسألك الله سبحانه وتعالى هذا السؤال فأعد لهذا السؤال جوابا بالله عليك لا تزول قدم عبد يوم القيامة قدم عبد يوم القيامة لن تذهب ولن تأتي إلى المرحلة القادمة وإلا قبل أن يسأله الله عز وجل هذه الأسئلة من بين هذه الأسئلة الأربعة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه بالله عليك بالله عليك يا من تجرعت ويا من أوغلت في المال الحرام وبالغت في أكل الحرام كيف تقول للمولى عز وجل يوم القيامة ماذا تقول للمولى عز وجل سيسألك عن كل درهم من أين لك هذا من أين اكتسبته ما هي الطريقة التي تحصلت عليها كيف وصل إليك هذا المال كيف امتلكته كيف هذه الأسئلة لابد لك من أن تبحث لها عن إجابة فلماذا ترك الناس هذا الأمر كان الناس في يوم من الأيام إلى عهد قريب حقيقة كانوا يخافون من المال الحرام كان والله يعني ونحن صغار كان الناس يعني يحكو لنا عن الأجداد شوف من كثرة حرصهم على الحلال وعلى ألا يتجرؤوا على ما للعام وما للوقف وما للغير فكانوا يقولوا سبحان الله لما يقطعوا الطريق شوف الناس لما كانت فيها فطرتها سليمة قالك كان الإنسان الرجل أو المرأة لما يقطعوا طريق الحبس أرض مثلا يعرفوها هنا هي حبس فيمشوا منها يقصوا منها قصاصة قالك لما يجي في نهايتها يعني يخلع حذاءه ثم ينفض كان فيه شوي تراب عالق في الحذاء أمتاعها بيش ما إيش لا يتجرؤ على مال الوقف شوف شوف الحرص شوف الحرص بالله عليكم أين ذهب هذا الحرص اليوم نسمع يعني انتهاك للمال العام بشكل لا يوصف ناس وهذا كما قلت لكم عرفتم على شتى يعني مثلا مثلا على سبيل المثال الموظف تجد هذا الموظف بين موظفين بين موظف يرى أن المسألة هي مسألة مكوثه مثلا من الساعة 8 لعند الساعة 2 ونص لكن في نفس الوقت شين قدم والله ماذا عمل شين هو جدو الأعمال امتاعه لقدمه للدولة وبينما في مقابل ذلك تجد حضوره بهذه الطريقة قد كلف وقد أثقل من كاهل الدولة أكثر من حضوره فطر وشرب قهوة وشرب شاهي وتلها سندويتشين ولا تلاتها وعلى حساب الدولة وهو ما طقش حتى طق ما خدمش حتى حاجة يعني يخيل إليه أن العقد المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل بها أنه يلزمه المكوث من الساعة 8 يمصنقر هكي على الكرسي لعند الساعة 2 ونص يقول لك أنا والله ما نطلع بكل عرفته بينما في مقابل ذلك أنت ماشي الحال هذا جزء وهو مكوثك لكن أثناء المكوث ماذا قدمت شين هو العمل اللي قمت به أنت تريد أن تحلل المرتب يجب عليك أن تعمل مقابل هذا المال هذا أدى واحد الشخص الثاني اللي هو يجي الصبح يوقع ويطلع وبعدين يجي الساعة 2 ونص ويوقع وكان الله يبقى الله ويعدي يسفر معدي لولا وجه ويجي لتمشيت امتاعها كامل ويأخذ المرتب امتاعها كامل هذا نوع من السرقة أيضا فحقيقة السرقة أحباب الكرام من هو السارق مش راه اللي عدي ينقذ من فوق الصور ويجي يأخذ حاجة ويلقطها أي أن كانت هذا يعيب عليه ويعير بينما في مقابل ذلك الشخص الذي يتهاوم في المال العام ويسرق المال العام هذا بالعكس أحيانا ينظر إليه نظرة يعني نظرة كبيرة جدا ويراه في المجتمع أن نكلم أنت مطيحش في وطاع ويؤتى إليه في المجامع ويحل في المشاكل لأن في مجتمعنا للأسف الشديد أصبح الإنسان المال هو اللي يدير له في قيمة ويقولوا فيها في مجتمعنا بالعربية الفصحة يفهمها الصغير والكبير عندك جني تسوى جني عندك عشرة تسوى عشر عندك ألف تسوى ألف هكذا هو هذه مقيس ومعايير ومعايير الناس للأسف الشديد عندما أوغل الناس وبالغ الناس في أكل الحرام وأصبح الحرام عندهم لا يعني شيء نسمع هذه المصطلحات وهذه المعتقدات فطلب الحلال أحباب الكرام هو واجب على كل مسلم يجب عليك أن أراه الإسلام يدعو إلى الكسب وإلى الغنى وإلى الغني المنفق خير من الفقير الصعب أراه مش هيك يراه وتفهموا أن الإسلام ضد الكسب وضد المشاريع وضد أن الإنسان يكون ثري وله مال وصاحب ثروة بالعكس هذا الإسلام يدعو إلى مثل هذا يدعو إلى تحرير الحلال ولكن يطلب من الإنسان المسلم أن ما فيش تعارض أراه فيه مفاهيم مغلوطة جعلت الناس للأسف الشديد وكأن بهم يعني عندهم يتعارض هذا الأمر فلذلك الإنسان لما يريد أن يسعى يخاف من مسألة إيش من مسألة أن تأخذه الدنيا فالمسألة هذه تخليه يعجز عن العمل ويقول لك لا لا ما فيش تعارض أصلا يعني الشخص الإسلام لا يمكن راه يدعو الإنسان إلى أنه يعدي قعمس في الجامعة والله يعدي إلى 24 ساعة يخيل إلى الإنسان أن هكذا هو الإسلام هكذا هم أولئك الذين يريدون أن يشوه صورة الإسلام بالعكس الإسلام يدعو إلى الاستثمار الإسلام يدعو إلى أن يكون الإنسان غنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لأن يترك أحدكم أبناءه أغنياء خير له من أن يترك هم يتكففون الناس هذا هو الإسلام هذه دعوة الإسلام يريد منك أن تسعى جاهدا إلى طلب الرزق بطرقه الحلال من طرق الحلال أن تسعى وتأخذ بالأسباب وأن تساهم في مسألة تنمية مالك وأن يكون لك أموال وشركات هذا هو الإسلام الناس ربما يعني يصير لهم نوع من الخلط والغلط واللغط في هذه المسائل فتتداخل عندهم الأمور في مسألة صحيح التكالب على الدنيا إلى درجة أن الإنسان يقصر في الواجبات ويقصر في الحقوق وهذا أمر أكيد لكن أن تكون هناك موازنة أن تكون هناك موازنة ولذلك صراحة كم يعجبون ذلك التاجر الذي يغلق باب دكانه من أجل أداء الصلاة يذهب هو والعمال والناس الذين معه في تلك المحلات من أجل أداء الصلاة في وقتها عندما يفرط الإنسان في الواجبات يكون هناك تداخل صحيح لكن قضية العمل والكسب الحلال وأن يحاول الإنسان أن يحسن من وضعه المادي هذا أمر مطلوب مشروع بل إنه واجب على المسلم واجب على المسلم وذلك الأمانة أنا أحتقر كل شاب يعني أعطاه الله عز وجل العافية ومتعه بالصحة والعافية وتجده لا يبالي بأن يذهب ويعني يشهت ويطلب المال ويعني بصراحة بينكم أنا أراه أنه شيء من التقصير صحيح أن هناك بعض الناس لهم ظروف لكن هناك فرص العمل موجودة وهناك فرص كثيرة جدا لكن الإنسان ينبغي له أن يسلك طريقة الكسب الحلال من طرقه الصحيحة لا ينبغي للإنسان أن يتخذ طلبة الفلوس وشحت واستعطاف الناس يعني أن يستعطف عواطفهم بقصص قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة وقد يكون فيها شيء من المبالغة وهذا قصص أنا أعرفها جيدا وعشتها وعلمت بكذبها يعني جملة وتفصيلا شخص يأتي ويعرض نفسه أنه إنسان لا يملك قطة يوم جاء مناس أيها الأحباب الكرام شوف الناس كيف تجرأوا على المال الحرام هذه صورة من الصور التي ينبغي تنبيه عليها بعض الناس يأتون إلى صندوق الزكاة صندوق الزكاة ويعرضون أنفسهم إلى أنهم يعني لا يملكون قطة يومهم ونتيجة للتحري وبعض الأخوة العاملين في صندوق الزكاة بارك الله فيهم أجزاهم الله خيرا على هذه الأعمال التي تذكر فتشكر طبعا اشتغلوا في شغل قريب مخابرات يعني يتحروا عن هذا الشخص فوالله لقد أخبرني من أثق به أنهم وجدوا في أحد حسابات هذا الشخص طبعا يطلبوا مننا كشف حساب يعاد جبلهم عنده عدة حسابات في جميع المصارف كل حساب عنده كل مصرف عنده في حساب فيأتي يعني إليهم أو بكشف حساب من أحد المصارف ما فيش حتى قرش فاضي وممكن آخر حتى الداخل والخارج فيه ممكن لعام جامد المصرف حتى يخيل يخيل إلى الناس الذين العاملين في صندوق الزكاة أن هذا رجل فعلا فلما يقوم الأخوة بالتحري وسؤال بعض وجد أن له حساب فيه آلاف مؤلفة من الدينارات يعني يصل الإنسان جرأة إلى أن يعني يتجرع على مال الزكاة على مال الله عز وجل مال الزكاة الذي خصه الله عز وجل للفقراء والمساكين والمحتجين أنت تتجرع على هذا المال ثم تنتظر الإبن البار وتنتظر البنت البار وتنتظر الزوج الصالحة وتنتظر يعني الصحة في البدن وتنتظر ماذا ينتظر الإنسان الذي تصل به الدرجة إلى أن يتجرع وإلى أن لا مانع عنده من أن يأخذ مال الزكاة وهو يعلم يقين أنه لا يجوز له أن يأخذ هذا المال يعني حتى وإن كان ضحكت على الناس والله ضحكت على التاجر المزكي بأه وصورت له تلك الصورة بطريقة فنية حتى يعني صدقك ماذا تقول للمولى عز وجل أيخفى عليه المولى عز وجل هذا الأمر وفي مقابل ذلك كي لا ننسى أولئك الناس الذين كانوا فقراء وكانوا يأخذون من مال الزكاة فلما فتح الله عز وجل عليهم شوفوا بالله عليكم فنرقوا بين هذا وهذا بين هذا وذاك بأه يعني شخص يتجرع على مال الزكاة وهو عند الألاف يصور للناس ويصور للعاملين ويصور للغني المزكي أن له يعني ظروف وأنه كذا وأنه 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 حتى يستدرع واطف هذا التاجر فيعطيه من مال الزكاة ضنا منه أنه من الأصناف التي تعطى على الزكاة أنت ضحكت على نفسك وضحكت على روحك وأنت محاسب أمام الله سبحانه وتعالى وربما هذا التاجر قد أخذ بالأسباب وسائل ولكن لم يصل إلى الحقيقة فإن شاء الله بإذن الله عز وجل نسأله أن يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى لكن أنت ما عذرك أمام الله سبحانه وتعالى وشخص آخر يقينا أنه كان فقيرا وكان يأخذ الزكاة وهو صنف من أصناف التي تصرف لهم الزكاة لكن عندما أغناه الله عز وجل وكان متعودا أن يأتي إليه التاجر كل عام ويعطيه الزكاة فإذا به يقول لذلك التاجر يقول لبارك الله لك في مالك فأنا الآن أصبحت يعني أغناني الله عز وجل ولا يجوز لي أن أأخذ هذا المال فرقوا بين هذا وذاك شوفوا هذا هذا الشخص الذي تجرع على مال الزكاة يأخذ هذا المال نارا وجحيما وغلول ومن غل يغلل يوم القيامة كل ذلك يعني غلول سوف يغل به يوم القيامة وسوف يطوق به في نار جهنم هذا المال الذي أخذه من غير حق وقد سلب وأخذ مال غيره من الفقراء فهو يعني محاسب أمام الله سبحانه وتعالى وسوف يعني يحاسبه الله عز وجل على هذا المال الذي أخذه دون حق وكل درهم يأخذه الإنسان بكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وأنا المستغرب فيها الحقيقة الناس الذين يتجرؤون على المال الحرام كيف يا سيدي أنت 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 في شخصك والله هذا دائما سؤال يحيروني الحقيقة كل الناس يعلموا أن مصيبة المال الحرام ليست عائدة على الإنسان في شخصة بس عائدة على أسرتك وعلى استقرارك وعلى أبنائك وعلى صحتك وعلى أمنك وعلى راحة بدنك وراحة بالك وكل هذا يعني مرتبط بذلك أنت فردت في مثلي هذا في شخصك والله براسك لكن أنت تجرع على هذا المال حتى يصيب أبنائك شؤمة هذا الفعل والله أو يصيب أبنائك يعني أبنائك شؤم هذا الفعل والله مصيبة الحقيقة وأبولادك يعني أنت ما عندكش حنية على أبنائك على أسرتك وتعرف أن هذا المال سوف يفعل فيهم الأفعيل سوف لن ترى إلا العقوق والمصائب والانحراف والحشيش والمخدرات والمصائب تلو المصائب إلى درجة أنك تتمنى لو أنك كنت فقيرا لا تملك عقود يومك ولم ولم يكن لك مثل هذا الخلف أسأل الله السلامة والعافية كيف الإنسان ميحنش على أبنائها ويعجبني أحد الأخوة الأصدقاء هو الشيخ محمود بن غزي حفظه الله أحد الأصدقاء قال مرة سألت أحد التائبين سمعتها مرة منه قال سألته قلت له ما سبب توبتك يبدو أنه كان منحرفا قال سألته قال من يوم ما رزقني الله عز وجل بأول ولد خلاص من أجل أن لا يكون شؤم المعصية في أبنائه من كثرة نيته على أبنائه فهو لم يرضى أن يكون في نفس الطريق حتى لا يعني يصل شؤم المعصية إلى أبنائه فهيها الأحباب الكرام راه يعني الصحابة كانوا يقولوا يعني الواحد يتقطع مداسة يعني حذاء يعني يعرفوه أنه من أثر المعصية يعني أحد الصالحين يقول بذنب اقترفته وحرمته من قيام الليل ستة أشهر يعني شؤم المعصية هذا ورأوا أحيانا لو تعدي تشوف الشؤم المعصية التي تحدث عنها رأوا مرات فضول والله حاجة حاجة عادية عادية جدا بالنسبة لنحن لا نعتبرها أصلا من المعاصي فكيف بمن يأكل المال الحرام كيف سيكون شؤم هذه المعصية في أبنائه وزوجه وأهله وعرحامه والله نسأل الله السلامة والعافية أحبابي الكرام انتصفت حلقتنا أستميحكم في خروج في فاصل قصير ثم أعود إليكم لا تذهبوا بعيدا المسلمون تعالوا لننجاح الدنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين تعالوا نبدد سوء الظنون ونعمال ما يجمع المخلصين ونجمع بعده شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجاح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين إذا الحق نادى فنحن الرجال على الحق نثبوت مثل الجبال وبهما استبدى علينا الطغا صبرنا وبالصبر كان النضال كتمنا مع الصبر نار الجراح ولم ندعو يوما لحمل السلاح ولما سمعنا نداء الجهاد على المستبد عزمنا الكفا تعالوا إلى الخير يا مسلمون سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم العود وأحمد وأيها الأحباب الكرام لمن التحق بنا الآن أنتم تستمعون إلى برنامج الكلمة الطيبة عبر أثير قناة التناصح المرئية والمسموعة وعنوان حلقتنا لهذا اليوم الكسب الحرام أسبابه وأضراره أحبابي الكرام للأسف كنا نطمع أن ندعو إلى ترك إلى ترك الإفراط في المباحات هذه المجتمعات المسلمة ما أهلكها في البداية للأسف إلا ترك إلا الإفراط في المباحات يعني ترك فضول الطعام وفضول الكلام وفضول النوم هذين كلهم يعني أمور ينبغي الإنسان المسلم أن يبتعد عنها رغم أنها في أصلها هي من الأمور الحلال هذا كانت المجتمعات يعني وكانت الصالحون يدعونا إلى ترك مثل هذا الفضول فاليوم للأسف الشديد أصبحت المجتمعات يعني تترك الحديث والدعوة إلى ترك الإفراط في المباحات وأصبحنا اليوم ندعو إلى ترك المحرمات التي هي أوضح من من الشمس في ربيعة النهار حرام عند تضحك وعند تبكي الناس كلهم يعرفون هذا هو شيء محرم اليوم على سبيل المثال الكسب الحلال بالمناسبة أنا دائما وأبدا يعني وهيد أنا أتكلم عن الموضوع بصفة عامة لكن لما تواتي حاجة خاصة موضوع الكسب الحلال الكسب الحرام اليوم الذي انتشر في مجتمعنا وهي خاصة بأهل المطاعم الذين يبيعون للناس اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة يعني هذه دعوة يعني وبيان دعوة الإفتاء وكلام المفتي نسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره كثيرا ما تحدث عن هذا الأمر وحذر من هذه المصائب التي عمت وطمت يعني مطاعم تبيع للناس لحوم الميتة نعم اللحوم المستوردة من الدول الكافرة هذه يعني أفتبها العلماء بعدم جواز أكلها لأن التذكية غير محققة في هذا الأمر والشك في في عدم في التذكية من عدمها يلزم الإنسان ترك هذا المذبوح مهما كان لأن الشك وارد وموجود لأن هذا الأمر لا يتم إلا وفق عمل يعني لجان وأما أن يكتب عليها الأكل حرام حلال فهذه من أسهل ما يكون ولازال الناس لا يبالون بمثل هذه حتى وحنا قلنا لكم كم مرة يجب مقاطعة هذه المطاعم المطعم اللي ما تعرفه ولا تشك فيه أنه لا يعني يبيع أنه يبيع ممكن أن يبيع المستورد فابتعد عنه وراه هذه كلها يعني في الغالب ميتة ولذلك والله عندي أحد الأولاد يقرف صف رابع ابتدائي ما فيش يقول لي ونمشي قدام مطعم يقول لي يا أبويا هذا المطعم هذا يجيب في وطني هذا مستورد لأنه يسأل يسأل في صاحب المطعم أقل شيء وطفل يعني يبرئ في ذمته أمام الله سبحانه وتعالى علموها لأبنائكم هذه الثقافة حتى يترك الناس أكل مثل هذه اللحوم حتى خلاص إذا تركها الناس لا يمكن أن تستورد مرة أخرى لكن تستورد وبأثمان وبمبالغ رخيصة أرخص من الطبيعي يأتون بها إليكم وتمشي في بطونكم كل عرفت يعني للأسف الشديد هذا من الكسب الحرام هذا من الكسب الحرام الذي ينبغي الإنسان المسلم أن يبتعد عنه أنت بالله عليك لما تطعم في الناس الميتة ما سدش أنك أنت ارتكبت جرمين الجرم الأول هو الكسب الذي تحصلت عليه والجرم الثاني أنك كنت سببا في أن الناس أكلوا الميتة وهذا ذنب يقترفه للآكل من غير أن ينقص من وزرك أنت شيء فأنتما مأزوران الزوز فأنت الوزر لحقك من ناحيتين والوزر صاحب المطعم هذا الذي يأتي باللحوم المستوردة هو مأزور من ناحيتين من ناحية أنه يستورد أو يعني يكسب المال من الحرام واللي حرام أكله حتى بيع أو شراه معروف حرام يعني لا يجوز فهذا كسب حرام وأنت وقعت في الكسب الحرام وأنت مأزور أيضا أنت لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل إن الناس الذين سببت لهم في أن أكلوا هذه الميتة وهذه اللحوم المستوردة التي يشك في تذكيتها الذكاء الإسلامية الصحيحة فأنت أو قعتهم وسببت لهم في أكل هذه الميتة فأنت مأزور من الناحيتين هذا أيضا من الصور المحرمة التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها وهذه رسالة خاصة وأحببت أن أذكر بها نفسي وأذكر بها أحبابي الذين يستمعون إلي أن يحذروا من هذا الأمر سواء أصحاب المطاعم أو أصحاب الناس الذين يترددون على هذه المطاعم فلابد من التأكد من المصادر هذه اللحوم هل هي مستوردة من دول كافرة أو من دول مسلمة أو تمت تذكيتها بطريقة شرعية أم لا التأكد هذا أراه ليس بكتابة عليها هذا المال أو هذا الذبيحة أكل يعني ذبيحة إسلامية والله لقد رأيتم مقطع فيديو بشي نقول لكم با هي لقد رأيتم مقطع فيديو بنفسي نشر على صفحات التواصل الاجتماعي يبدو أن الله عز وجل أحياناً يريد أن يحق الحق فيذهب شيرة الناس حتى يصوروا وينشرهم وينديوش على الروح كاتبين على السير الذي يعني يمشي عليه الذبائح الدجاج كاتبين عليه ذبح إسلامي بعمت ذبح حلال والدجاج اللي مار مريش حتى التريش ورقبت قاعدة كاملة براسها بجميع لزومها والله ما فيها مكان دبح بك يعني مجيف تجيف وكاتبين على السير هدى أكل حلال أو ذبح إسلامي أو حاجة من القبيل هذا حرط هذا جزء من لا تتصور هل الأمور ينبغي أن يعني تشكل لها اللجان ويذهبون يعني إلى أماكن هذه ويشرفون بأنفسهم على هذه الذبائح وأنها ذبحت بطريقة إسلامية وتمت التذكية وأن تحني قلنا لكم حتى في البلاد الإسلامية تستعمل بعض الأمور التي ربما وهي مسألة الصعق الكهربائي وتكلم عليها العلماء في مسألة الجائز من عدم ومقدار الصعقة اللي هي كم يعني أجزاء بسيطة جدا في بعض الدول للأسف الشديد يصعق الحيوان بصعقة كهربائية حتى لو لم يذك الصعقة هدي ممكن كفيلة بأن تقتل الحيوان هذا هدى هدى هو مشكلة فهمت فهذه الأمور كلها ينبغي أن تشكل للجان الخاصة التي تتابع مثل هذه الأمور الخطيرة التي توصل للإنسان إلى أن يقع في أكل الميتة أكل الميتة وهي جريمة وكبيرة من الكبائر التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها وأن يستغفر الله عز وجل من من تبعاتها نأتي أحباب الكرام إلى أسباب الكسب الحرام انتشار الكسب الحرام ليش ليش ما كناش هكي ليش كنا نخافوا من الحرام ليش الناس أصبحت لا تبالي بالربا ولا تبالي بصور الحرام الصور البيع المحرمة التي تكلم عليها العلماء وتكلم عليها أن يستغرب حقيقة من يتكلم دائما وأبدا ويحمل المسئولية للمشايخ والعلماء وأعتقد أن المشايخ والعلماء ما عندهم مش اليد الضاربة اللي هي تجبر الناس على على اتباع الحق له ما فيش هذه الفتوى ليست ملزمة الفتوى ليست ملزمة يعني على سبيل المثال أنت تجيل شيخ تسأل تقول لا مثلا شي حكم الدخان يقول لك حرام بقى هين وأنت هو يقول لك حرام من هنا وأنت تسقد يدك في جابك وتطلع قرطاص الدخان وتولع سبسي حداه عنده يقدر دير لك شي هو أهو قال لك حرام هو أصلا هو يقول لك حرام بس لكن ما ليش علاقة بيك أنك أنت تبع ما تتبعش تاخد دخن تدير سبسي طول زوز ميتر و تدير واحدا ما ليش علاقة بيك هو أصلا هو بيلك يعني وما على الرسولي إلا البلاغ بس ما على الرسولي إلا البلاغ فقط هذه يعني واجبه أن يبلغك بحقيقة هذا الأمر وبعدم جوازي هذا الأكل هذا الشرب هذه الطريقة هذه الصورة أنت يعني تنفذ أو تأخذ بهذه الفتوى أو لا تأخذ فهذا أمر يعني فالأمانة الناس الحقيقة هم واجب عليهم مش العلماء اللي يعدوا للناس أنت واجب عليك أن تذهب إلى العلماء وتسألهم لا يجوز لأي إنسان أن يقدم على أي عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه فأنت اللي واجب عليك أنك أنت تسعى وتذهب وتتحرى الحلال وتتحرى الحق فضلا عن أنك أنت سمعت عن طريقة يعني خلينا نقول صدفة يا سيدي إن صح التعبير فوجب عليك التنفيذ خلاص أنت سمعت أن المطاعم التي تستورد في الذبائح المستوردة في الأطعمة وفي اللحوم المستوردة لا يجوز أكل هذه إذا استوردت من البلاد الكافر من فرنسا والبرازيل يعني من هذه الدول التي الآن السوق السوق اللحوم يعج وممتلئ بهذه اللحوم المستوردة يعني طوام والله يعني قبل رمضان يحكي لي أحد القريبين من الموانئ فيقول لي على أرقام فلكية بتلاجات موجودة في الموانئ اللي فيها الكبدة المستوردة استعدادا لأن تمشي كلها في هذه الأطمان المطنطنة باش تمشي في بطون الليبيين كلها في رمضان يعني بدل من إنسان يستقبل هذا الشهر بالتوبة ويستغل هذا الوقت في العبادة فإذا به يعني يوكلوه الميتة باش دعاء يريح فيها معاش يستجيب لله عز وجل دعاء وباش كل لحم نبت من سحة فالنار أو لبه عراهم كل هذا الحديث يدخل فيه كل هذه الأمور والحل والعلاج إذا كانكم منتم تعلقوا في الحل في الحلول على شماعات تقولوا لا والله الدولة مدام استوردت الدولة والله يا سيدي أنت الدولة من يوم القيامة رب العالمين يقول لا والله الدولة جباتها أنا ما ليش علاق حطها في رأس الدولة وخلاص لا العلماء بينوا لك وإذا كان الحل الحل هو وعي الناس ومعرفة حقيقة الناس والله لو قاطع الناس هذه اللحوم والله العظيم لتركها المستوردون لكن للأسف الشديد هم في ازديات ويدوروا في أرخص شيء ويتكالبوا عليه ويلتهموا في مثل هذه اللحوم طبيعي هو التاجر والمستورد هذا ما عنده مشكلة عنده مشكلة هو لا يخاف الله عز وجل وهو يريد لا فرق عنده الكسب من حلال أم من حرام أو من حرام بقى هاي فهو يجيب ويحط ويمشي في بطنون الناس كله عرفت فلكن الحل هو مقاطعة هذه اللحوم هذا هو الحل إذا كانك أنت ما شريتش ما كليتش في مطعم شورمة والله ما كليتش في مطعم أقوله وهي وهي نية في المحلات وهو قاعدة موجودة ستيمة قاعدة موجودة عليها وتقدر أنت تختار باهي لكن أنت في المطاعم إذا كان أنت يعني بإمكانك الحمد لله رب العالمين في مطاعم كثيرة أهل وناس ثقة وفعلا أؤكد لك أن كثير من المطاعم ليس بالقليل هم يحرصون على أن يكون أن تكون اللحوم المباعة هي من الحلال ومن المذبوحة ذبح إسلامي سواء كانت يعني هنا في بلادنا أو كانت مستوردة من بلاد إسلامية ومعروف أن هذه البلاد يعني تذكي بالطريقة الإسلامية الصحيح في مطاعم مش مفيش لكن أنت يجب عليك أن تتحرع أقل شيئا تأخذ بالأسباب لكن تجي تجي مطعم فيه واحد لا تندر عليه حتى مسلم والله نصراني والله تندر عليه من هو بكل أصلا يجي تزقد السندوتشات وتعدي ترفحن الحوشكم تحطوهم في بطونكم وفي حقيقة الأمر أنتم تأكلون الحرام في بطونكم يعني أي بعد عن الدين وأي بعد عن الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأفعيل ثم يأتيك إنسان يقول لك والله خيرنا وصلنا إلى هذا الأمر نعم أسباب الكسب انتشار الكسب الحرام أيها الأحباب الكرام بالدرجة الأولى هو عدم الخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى هذا هذا هو السبب السبب الأول فالخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل في الخفاء إيه تجعل الإنسان يتحرز من الوقوع في مثل هذا الأمر التاجر المستورد الذي يتاجر ينبغي له أن يتحرى الحلال الناس وتقوا فيك وحطوها في رأسك أنت أنت ينبغي عليك ويجب عليك أن تتق الله عز وجل في هذه الأمور كيف ما قلت لك أن يكون كسبك من الحلال وأن يكون الطعام الذي توكله للناس هو من الحلال ففعلاً صدق الشاعر قال إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي ويبقى العود ما بقي الحياء فأيضاً الحرص على الكسب السريح هذا اللي أصبح حلم كل شاب وأن يصل إلى المليون بأسرع وقت وبأي طريقة حلمه المليون حاط قدام المليون يبيوصل للمليون بأهين ولم يعلم أن أحياناً هذا المليون هو سبب هلاكه وسبب وروده النار وسبب خلوده في النار والحقيقة الاستعجال في الرزق وفي الوصول إلى الكسب السريع أيضاً هو سبب من أسباب انتشار هذه الظاهرة السيئة أيضاً الطمع وعدم القناعة الطمع وعدم القناعة ولذلك سبحان الله العظيم شوفوا البركة وميبارك ربي هذا سؤال يسأله كثير من الناس اليوم نرى كثير من الناس عايش ومبسوط وسعيد وماشي أمورها مستفى على 66 قراط وتسأل عن مدخوله تلقاها لا يتجاوز ممكن الألف دينار في الشهر مرتبة وعايش أسرتها وعايش ودين معلش دين وعايش على الكفاف وماشي أمورها وربك مبارك له في رزقه شوف لأنه ورزق القناعة وتلقى شخص آخر عنده ملايين وراكب فيه شلكلك وراكب فيه الشياط وراكب فيه لليلة بليلة نهار بنها يعني لا له لهو يعني قانع ولا هو متريح ولا صغار يشوفوا فيه ولا يجلس مع صغار فيه اللي ممكن لها خمس سنوات صغار ما شفهمش في النهار يطلع الصبح وهم راكدين وجي الليل هم راكدين عرفت ما فيش هذا شنو هذا وفي حقيقة العمر يكسبوا الملايين هذا شنو الفائدة منه إذا كان المال هو وسيلة إلى الوصول إلى السعادة فهذا والله كان له كان له المال وسيلة للوصول إلى التعاسة هذا الحقيقة الأمانة يعني ولذلك راه الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يحول بينه والله يعني دائما وأبدا في دعاء دائما وأبدا أدعو به في دعائي وفي يعني وهو أسأل الله تعالى ألا يحول بيننا وبين الفرح بصلاح أبنائنا بذنوبنا يعني ربي ما يحول هذه الفرحة كل إنسان يتمنى أن يفرح بصلاح الأبناء فأحيانا تحول بينك وبين هذه الفرحة ذنوبك أنت فدعو الله سبحانه وتعالى ألا يمنعك من هذه الفرحة بسبب ذنوبك وأن لا يمنعك بالفرحة بصلاح الأزواج بالذنوب وأن لا يمنعك بصلاح فرحة بصلاح الأموال وأن المال يكون حلالا بسبب الذنوب هذه أدعية ينبغي للإنسان أن يدعو بها دائما يعني ذنوبك أحيانا تكون سببا في تعاستك تكون سببا في 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 عدم استقرارك وفي عدم أمنك وفي عدم استمتاعك بالمال أحيانا يرزقك الله عز وجل المال ولذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا فيمنع عنك الغنى لأنه يعلم أن الغنى لا يكون لك إلا وبالا وشؤما و لأن الغيب أخفاه الله عز وجل نفسه فلذلك عجبت لأمن المؤمن إن أمره كله خير اللي فقير خير له واللي غني خير له واللي صحيح خير له واللي مريض خير له واللي خير كله خير يعني الله عز وجل أخفى الغيب لنفسه ولم يطلع عليه أحدا ولذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أيضا من أسباب انتشار الحرام والكسب الحرام الجهل بخطورة الكسب الحرامي وحكم هذا الكسب جهل كثير من الناس كثير من الناس يجهلون هذه العقوبة ما يعلموش أن نراه هذه العقوبة هي أو هذا الكسب الحرام عقوبته وخيمة وشؤم على النفس وعلى المال وعلى المجتمع وعلى كل وعلى كل شيء أيضا نأتي في الختام لا زال لدينا قليل من الوقت إلى أضرار الكسب الحرام يعني من أضرار الكسب الحرام أيها الأحباب الكرام ظلمة القلب وكسل الجوارح عن الطاعة كلما الإنسان اعتاد الحرام واعتاد أكل الحرام واعتاد يعني تماهى معه الحرام ولم يعد يعني يترك له في نفسه حسرة وندامة و ندم عند كل ما كان الإنسان كذلك كلما كان أصيب بظلمة في القلب وكسل وكسل جوارحه عن العبادة وعن الطاعة أيضا من أضرار هذا الكسب الحرام غضب الجبار ودخول النار دخول النار نسأل الله السلامة والعافية ينبغي للإنسان في كل وقت وحين ألا أن يكون دعاؤه في صلواته وفي سجداته وفي خلواته اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هذا هو المستقبل أيها الأحباب الكرام والله هذا هو المستقبل المخيف الخلود يعني في النار نسأل الله السلامة والعافية هذا هو يعني مستقبل تعيس يندم الإنسان يوم القيامة قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هذا أهل النار نسأل الله السلامة والعافية ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافعين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار وأن يجمعني بكل أحبابنا في الجنة إنه سميع مجيب أحبابي الكرام اكتملت حلقتنا في ختامها لا يسعني لا نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المتابعين والمتابعات وعبر أثير قناة التناصح المرئية والمسموعة ولا أنسى المتابعين عبر صفحة التناصح أو مؤسسة التناصح على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أشكرهم جميعا جزيل الشكر على هذه المتابعة ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم أصالة عن نفسي ونيابة عن هؤلاء جميعا أيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل العاملين في قناة التناصح المرئية والمسموعة في استوديو طرابلس ومصراتة أشكرهم جزيل الشكر على هذه الجهود التي تذكر فتشكر وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم هذا موفقني الله عز وجل لطرحه ومناقشته وسرده في هذه الحلقة فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله والمؤمنون منه براء حتى ألتقيكم في مساحة أخرى ها هو علي عبد الحميد يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة طيبة هي كلمة تخرج من القلب وتذهب إلى القلب وهي زاد يدخره الله للإنسان في يوم يندم فيه عن كل لحظة ضيعها وكان باستطاعته الاستفادة من ثمرات الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ علي عبد الحميد يأتيكم يومي الاثنين والجمعة عند الساعة الحالية عشرة وخمس دقائق صباحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر